السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا أحبائي هيا بنا لنستمع إلى قصة سيدنا سليمان عليه السلام مات النبي داود ومن جلس على العرش من بعده جلس على العرش من بعده سيدنا سليمان ابنه الذي كان رجلا حكيما وعادلا رفع سليمان يده للسماء يدعو الله فقال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي يعني ارزقني ملكا لن يكون ملكا لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخر له الله الريحة تطاوعه وتجري حسب رغبته وسخر له شياطين ليصنعوا له ما يشاء وأيضا علمه لغة الطير والحيوان فكان يفهم عليهم فشكر سيدنا سليمان الله على ما أعطاه من النعم فكانت مملكته أعظم الممالك في عصره وفي يوم من الأيام كان سليمان وجنوده يمشون في الصحراء فمروا على وادي النمل فسمع سليمان نملة تقول يا أيها النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون هي تقصد أن سيدنا سليمان وجنوده لن ينتبهوا لهم وسيدوسوا عليهم فسيموت النمل فتمسم سيدنا سليمان ضاحكا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين كان النبي سليمان يشكر الله على هذه النعمة ثم بدأ سليمان عليه السلام يتفقد الجيش فاكتشف غياب الهدهد وأنه لم يكن يقف مع الجيش فغضب وقرر تعذيبه أو قتله إلا إن جاء بعذر أي سبب قوي وبعد فترة جاء الهدهد وقال لسليمان أنه كان في مملكة سبأ وهناك رأى أن أهل سبأ وملكتهم ذات عرش عظيم وكانوا يسجدون للشمس من دون الله أي عبدون الشمس فقال سليمان سنعرف إن كنت صادقا أم كاذبا اذهب إلى ملكتهم برسالتي وانظر ماذا ترى ماذا ستقول عاد الهدهد إلى مملكة سبأ وألقى على ملكة سبأ اسمها بلقيس رسالة سليمان قرأت بلقيس الرسالة والتي جاء فيها أنه من سليمان وأنه باسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين طلب منهم أن يأتوه مسلمين ثم عرضت الرسالة على كبار رجال المملكة فنصحها رجال المملكة بالحرب لكن الملكة رفضت هذا الاقتراح لأنها لا تريد الحرب وقررت أن ترسل هدايا لسليمان حتى تعرف حقيقة ما يريده منهم وعندما ذهب الرجال بالهدايا إلى سليمان أصابتهم الدهشة من عظمة مملكة سليمان طبعا رفض سليمان الهدايا وقال لهم أنهم إن لم يؤمنوا بالله سيحاربهم بجيش عظيم لا يقدرون عليه وما إن خرج رجال الملكة حتى جمع سليمان الجن والإنس وقال لهم من يستطيع أن يحضر لي عرش بلقيس قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قال رجل قوي الإيمان أنا آتيك به قبل أن تغمض عينيك وتفتحها انظروا إلى السرعة ما شاء الله وفي أقل من اللحظة كان عرش بلقيس أمام سليمان شكر سليمان الله على هذه النعمة التي أنعمها عليه ثم طلب من أعوانه أن يغيروا شكل العرش وأن يضعوه في قصر من البلور على ماء البحر جاءت بلقيس حتى ترى مدى عظمة مملكة سليمان فاستقبلها سليمان وأكرمها وأدخلها قصر البلور وقال لها أهكذا عرشك فقالت بلقيس مستغربة كأنه هو فقال لها سليمان إنه هو وقد أحضرته من مملكتك اذهبي إليه فحسبت بلقيس أن العرش على الماء فرفعت ثوبها فقال لها سليمان إنه زجاج وليس ماء فعلمت بلقيس أن سليمان نبي من الله فآمنت به وتابت هي وقومها وتركوا عبادة الشمس وعبدوا الله وحده عاش سليمان بعد ذلك في مجد عظيم وفي يوم من الأيام كان الجن يعملون لسليمان وكان سليمان يراقبهم وهو متكئا على عصاه فمات وهو على هذه الحال ولم يعرف الجن وظلوا يعملون وكانوا يخشون سليمان أشد الخشية اقتربت من عصى سليمان حشار صغيرة أخذت تأكل من العصى وفجأة اختل توازن سليمان وسقط على الأرض هرعى إليه الناس وعلموا أنه مات وعلم الجن أنه مات وأنهم لا يعلمون الغيب لأنهم لو كانوا يعلمون كانوا قد علموا أن سليمان قد مات وبهذه النهاية العجيبة ختم الله حياة سليمان النبي الملك عليه السلام انتظروني لنستمع معا إلى قصة أخرى مع السلامة